السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين البنات اليوم أجبتكم واحد الرجيم أو لوحد النظام غدائي أو لوحد المسحوق اللي كتقدروا تضيعوا فيه ما بينجوج حتل ثلاثة كيلو في الأسبوع وما كتحرموش رأسكم لا من الكسكسو ديكم ولا من الحيمة ديكم ولا من الخضرة المهم واحد الرجيم رائع جدا وصدقوني إلي قلتكم مزيان لأنه أنا من ديك النوع اللي يجرب بزاف دي رجيمات وضغية كيطلعوا لي فراسي وكان ملمنم لأنني ماشي من ديك النوع اللي كيبغي ديك ديك الليتشوقة ولا ديك الخضرة مسلوقة ولا ديك شي أنا كيعجبنينا كل مكلة المغربية اللي على حقه وطريقته بالعطرية دياله بالمريقة دياله بكل شي دياله ودابا هانا وريتكم هنا اللائحة للتضيع ديالي دي الوزن اللي ضيعته في مدة سمينة وكيف ما كتشوفوا هذي اللي مدورة عليها باللون الأزرق هذيك النهار اللي ولي بديت ريجيم نهار 13 في واحد واللي وزنت فيه 85.550 جرام نهار الثاني كيف ما كتشوفوا نقصت 200 جرام هاي تما بالخضر وموهم ونهار 14 15 16 انتو ما كتشوفوا 18 احتل نهار 20 في الشهر نهار 20 في الشهر كافية 83 ديالكيلو ومائثين جرام يعني نقصت في سيمانة جوش كيلو واربعمياد 30 جرام ومحرمت شراسي بزفد المكلة وهانا دا باع نوري لكم المأكولات اللي كولت في هذي الأسبوع كامل قبل ما اندوزوا المكلة اللي كليت بغيت نوضح واحد الامر بلي هذي اللائحة هذي عندي دواحد الميزان يعني عندي مكوني كطي مع التليفون ميزان كتشروه كتكوني كطيوه مع التليفون وكيبقى لكم الاستوريال في التليفون وكذا يدعارفوش حال نقصتوش حال زديتو يعني اه من التليفون ثم غير كتطلعوا على الميزان وكيطلعكم كوشف تليفون دياكم نبدو مع الطريقة الريجيم ومع العنصر الاساسي في هاد الرجيم هما هاد الحبوب هادا مات خاميرات البره وهما في هما نافع كتير بزف اللي انا نخليها لكم هنا في الشاشة كيف ما كتشوفوا تقدروا تقراوها واللي هما كيساعدوك سواء ضعف ولا دغلط يعني عندهم جوج دا دستعمالات اما الضعفة اما الغلاطة انا الصراحة من اللي سمعتها جتني عجيبة ولكن قلت ما خسرا والو عن جربة وشريتم وجربتم والحمد لله اعطوني المفعول ديالهم صراحة الله كيف ما كتشوفوا الباكية ديالهم هي هذي هذي هذو فقال سلمانيا والحبيبات كيكونوا هايدا بهذا الحجم هذا وبالنسبة البنت اللي في المغرب في فطانجا كينا واح البنت كاذبي عمت في تماما انا اخليكم الرابط دياله في صندوق الوصفي لا بغيتوا تدخلوا لعنده والاساس في هذا الرجيم هذا والطريقة تستعماله وملكة نظم النعاس ما كذف تروش كتشربوا قهوك حالة يعني القهوة ما فيها لسكر لا والو وائما تشربوا اتي ما فيه والو تقدري تشربوا العدد اللي بغيتي وقبل ما الغداء بجوز تسويع كتشرب خمسات الحباث من هاد الباستيث مع الكاز ديالما اتقدري تشرب المال اللي بغيتي تشرب اتي ولا اني بدون سكر هذا في الصباح وقبل ما الاكل بجوز تسويع كتشرب خمسات الحباث قبل ما اتنعس يعني اذا كان مثلا للسمانة كتجي مر المكلة ولكن يلاك التنقذ ديالوزن كتجي في الصباح وقبل ما المكلة بجوز سوايع يعني ركزوا لي لهالنقطة مزيان النظام اللي تبعتنا البنات هو انه انا عندي الخدمة في الصباح بكري كان نضم عاديك الخمسة ونص كمشي الخدمة ديالي كان خدم ساعة المقانة كان ارجع كان صلي صلاة ديالي كان شرب حل كويز لما كان مشي النعاس كان نضم عاديك الحضاش حضاش ونص تناش كان عصر قيوة دياليك حلا كان شربها كان نعمل الشغيل ديالي في داري وقبل ما المكلة بواحد جوز سوايع معاديك الزوج ولا الوحدة كان مشي نشرب واحد خمسات الحبات من هاد الحبوب هذي الغداء انا نورمال منتي كان تغداء اما الربعة اما الربعة ونص اما الثلاثة ونص مهم كان تغداء مع طلاء كان تغداء مزيان في العشية يعني وكان تغداء بالخبز اسود هذي عنقول للكم يعني اسمر في العشية لجاني الجوع كان كل شي منضالينا منضالينا فروتا يعني هذا هو النظام اللي تبعد انا نبدأ لكم مع الاكل دا اسبوع القهوة كالعادة ولكن انا ما كنشرباش في السكر كنشرب معها ستيبيا ستيبيا ديك اه يعني واحد المحلي اللي كيكون ناتورال ما كيكون شي موضير والقهوة اللي كنت شربتها مع اطناش ومع الزوج شربت ديك اه خمساد الحباد دا الباستياث ومن بعد كليت كسكسو كيف ما كتشوفوا بالخضرة ديالو بالزبيب ديالو بكل شي ديالو مع السبعات العشية جاني الجوع كليت واحد جوج منضاليناس والبنات ما بين الوجبات كان نصحكم تشربوا انفوسيونيس يعني بدون سكر كدغليوا الماء كدعملوا فيهم الخنيشة هاد الشي هذا وكدبقوا تشربوهم بالنسبة للي انا كنغلي يطرود الماء كنعمل فيه ثلاثة السوبرس هيدا وكنخليه في التيرمو ومرة مرة كنشربوا واحد الكويس وبالنسبة للعشاء تعشيت واحد اكتيبيا كدوب على الله حرم كنستعمل هذا اللي كيكون فيه الحبوب اليوم الثاني البنات الفطور قهوة والصراحة جانيت جوع ديك الصبحية هاديك وكليت واحد ثلاثة دليتشيس هذا الفروتة هادي فروتة هادي تشينا كليت منها واحد ثلاثة دل حبات صافي وفي الغداء تغديت عادي تغديت الخبيزة دياليد كما قلت لكم الصمراء فيها الحبوب واللحام والجعداء والمرق في الليل عملت واحد الصوبة دل العدس مع الخضرة كما كتشوفو ديك العدس حمراء طيبتها مع الخضيرة وهي اللي تعشيد بها النهار الثالثة البنات الفطور عادي كما قلت لكم القهوة ولا شيء قبل من المكلة كذا كتشربوا ديك باستيات عملت الجاج الزيت عيوح الجنيحة مع المرق مع البطاطا البطاطا هادي ماشي مقلية عملتها في الفران كتشبروا البطاطا كذا عملوا واحد شوية توابيل وكذا عملوا الدهنها بالزيتان ندهنتها بالزيت الزيتون وحشيتها بالفران من اللي كطيب كتجي احسن من هذي اللي مقلية في الزيت مع العشية كليت واحد جوجد منضالينة كيف ما كتشوفوه وفي الليل عملت لولا دي صاندويتشات هادا ما وما قدرت ينسبار وكليت معاهم واحد ونهار رابع البنات عملت الماطيشة وعملت هادا البينشيتوز دي صدره دي الجاج هذو هوا ما اللي كليت في ميرين دا عملت واحد جوجد منضالينة معا واحد طريف دي صغير ورا هايدا وفي العشية كليت واحد اكتيبية واحد ضانون النهار الخامسة البنات تغديد بزعلوكا والبوتينجان مطيب يعني مشرمل وواحد ضيبين دي الكفتا في الفران كيف ما كتشوفوه ومن بعد كليت واحد جوجد منضالينة يعني هذي ميرين دا كتتحسب وفي العشية ديك الزعلوكا ولا البوتينجا اللي شاطلي هو اللي تعشيد به وليني بلاخو بصغير هو بوحدو نهار السادسة البنات كليت مرة اخرى مكارونية ومن مراها في ميرين دا منضالينة عاد سألو علش كان اكل بزاف داد منضالينة ولا اني المشكل ما كيعجبني تفاح ما كيعجبني بزاف تفروطة ما كاد عجبنيش وهذا انا كاد بلوخد المانضالين كنا اعطي في المانضالين وفي الليل تعشيت بالشاوارمة ولكن نقول لكم واحد حاجه الغدا با اضراتوس دي كاربونو والعشية بالشاوارمة ولغدام اللي وزنت جبار تراسي زديت 200 جرام ونهار السادسة البنات تغذيت كما كتشوفوه لحام والجعدة والبطاطا وديك الخبيزة دائماً في الأغداية كانت تفضل وحدة في كل وجهة كانت تفضل وحدة و من المرد يأكلوا الشوكولات و في العشاة عشية واحد و بالنسبة لنهار السابع تغذيت بالبيصارة و البينتي توس في مريندا كانت تفضل وحدة شوكولات وحدة عادية و في العشاة عشيت واحد أكتيبية و النهار الأخرية الأسبوع تغذيت بالطاجين في القراع البطاطا الماطيشة البصلة الفلفل و تريف الخوس في مريندا كانت واحد ماندالينا و في الليل والدي صغب لي واحد صاندويتش مسكين صغبوا لي ببنية صادقة قلت والله أبني غي أعران أكلوا كلي تونوت في حالي الناس كيف ما كتشوفوا مسكين عمل فيه شوية التونو شوية الزيتون و شوية مايونيس و الخبز الأصمر و هذا هو الريجيم اللي تبعت البنات أسبوع و صراحة يعني عجبني بزاف لأنني ما ما كان فكرش شني عن أكل أنا ديك المكلة مغلية ولا مبخرة و ديك شي ما كذا عجبنيش و لهذا شحال دلمرة كان حاول نعمل الريجيم و كان فشل فيه ولكن صراحة هذا عجبني بزاف و شفت النتيجة و ربي شاهد علي باللي كان قلكم الحقيقة و ما كان كدبش و دابا البنات نتمنىكم مثلا إلا بغيتوا تضعفوا تجربوه و شاركوا هاد الفيديو مع الناس اللي بغاوا يضعفوا في سبيل الله و الناس اللي بغاوا يسمانوا حتى هما شاركوه معاهم في سبيل الله يشربوا هاد الحبوب هذي يشربوا منا خمسة الحبوب مثلا قبل من نعاس و أصلا إلا ما نفعوك ما يدرك هاد الحبوب هذو و البنات اللي عندهم الشك في هاد الخميرات البرة يقدروا يدخلوا اليوتيوب و فتشوا على فوائد خميرات البرة ولا دخلوا اليوتيوب ولا سولوا الطبيب ديكو مرا فيها منافع بالنسبة للشعار للضفرين للمعدة بزاف دل حاجة الكوليستيرول يعني فيها المنافع كثيرة البنات أنا سجلتكم غير الأسبوع الأول إذا بغيتوا المتابعة قولوها لي في التعليقات باش مقنسجي لكم فيديوهات مقبلة الأسابيع المقبلة إن شاء الله بالنسبة اللي بغا تضيح الوزن كتر بسرعة أكثر دقدر دعمل دا كل مكلاد الريجي وتب بعد الحبوب هذا ما و غفتور ما دفطرش و واحد الحاجة مهمة جدا هو ضروري يخصكم دعملوا الرياضة أنا الصراحة كان عملا كان عملا في اللول بديت باربع ساعة دبا كان عملا ساعة لما قنات في النهار كان عملا البشكلت و كان عملا واحد اخر ثيثيوس أنا عنخلي لكم الرابط ديالي في صندوق الوصف كان بقى نعمل معاهم كيف ما كان عملا هي في التلفازة كان عملا أنا في داري و دبا بلا ما نطول عليكم جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة و مع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله